وعلى ذكر تبونو وعلى ذكر ليبيا فقد قررت ميركل اللي كانت في زيارة لبوتين بوتين في موسكو هو اللي قرر وش يحدث في ليبيا وش يحدث في أماكن أخرى فاليوم بعد أن زارت بوتين والثقته أمس أو أول أمس فإن ميركل أعتقد أول أمس قررت أن يكون لقاء برلين أو اجتماع برلين حول ليبيا يوم 19 يناير جنوبي 2020 يعني بعد أقل من أسبوع من الآن يعني الأحد القادم كل ما يهم تبون في هذا هو أن يذهب هناك ويلقى كبار الرؤساء أو من ينوبهم لأن هذا اللقاء هذا هذا الاجتماع ستحضر ميركل وعلى الأرجح يحضر أردوغان وربما بوتين أو من ينوب عن بوتين وربما على الأرجح الرئيس الإيطالي والرئيس الفرنسي أي كبار صناع القرار العالمي والولايات المتحدة اللي بالمناسبة سيحضر نائب الرئيس أو وزير الخارجية ما يريده تبون والجنرالات من خلفه هو الاعتراف العالمي وهم يريدون الاعتراف العالمي لأنهم إذا رح تبون هناك رح يقوروا في القنوات التقى فلان والتقى فلان ربما حتى في التقوه في دقيقة أو دقيقتين لكن هذا اللي همهم صور تبون يهمهم صور والجنرالات اللي رمي سيروا فيه همهم صور صور مع سادة العالم لقره مصير العالم لذلك واجب على الجزائريين هذا واجب الجزائريين اللي في الخارج خاصة في ألمانيا وأيضا ما يحيط به فرنسا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، بريطانيا وفي بلدان أخرى أن لا يسمحوا بهذا أن يتظاهروا ويحتجوا ويبرزوا موقفهم من خادم الجنرالات هذا لقد جاء تبون بانتخابات مزيفة ومزورة وكونوا يذهب إلى برلين أو يذهب إلى نيويورك أو يذهب إلى المريغ فهذا لن يغير من الأمر شيء لأنهم إذا العالم قبل بيهم فهما هذا اللي همهم لهم الجماعة هو أن يأتوا بالشرعية الخارجية وعندما يأتون بالشرعية الخارجية فشفناهم كيفاش يتصرفوا الآن هم بدون شرعية وشوفوا كيفاش يتصرفوا لذلك أدعو إخواني وأنا إن شاء الله سأجتهد أن أكون معكم أيضا ولكن أدعو لمن يستطيع أن يذهب أن يكون هناك في ألمانيا اتداء من السبت وإذا لم يكن ذلك ممكن من الأحد في برلين للتظاهر والاحتجاج على تبون وعلى عصابة المرادية لن نسمح لهم بإذن الله خاصة في البلدان اللي القانون يسمح فيها بالتظاهر والاحتجاج لن نسمح لهم بهذه الشرعية الدولية لأن تأكدوا إخواني أن ما يهمهم هو رضى القوى الكبرى عليهم ليس شيء آخر وإذا رضت عليهم القوى الكبرى هي رأي متواطعة معاهم في السر في الغالب وأحيانا في العالم لكن إذا كان الرضى كبير وشوفوا رواحهم بالإخذاو الشرعية من الخارج فإن شرعية الداخل لا تهمهم ولا تعنيهم سيتوحشون في التعامل مع الشعب الجزائري لذلك هم ينهبون أموال شعب الجزائري ويحولونها إلى البلدان الغربية على الجزائريين أن يجعلوا عناصر هذه العصابة سفراء وزراء رئيس أو ما يسمى برئيس أو غيره كل من يمثل هذه العصابة أن يجعلوا حياتهم جحيم في الدول التي المسموح بها بالتظاهر قانون طبعا بكل سلمية وبكل حضرية وبكل مواقف ثابتة وصامدة مثل أرهما فعلوا المصريين في السيسي أينما ذهب فضحوه أمام العالم يقدر يقول لك واحد بصحة استمر هذا شيء آخر هذا التدافع والمعركة تستمر لكن على الأقل لا نسمح لهم بأن يتلبسوا باللبسة اللباسة الشرعية باشي يزيدوا في القمع في الداخل ويزيدوا في الحقرة في الداخل إذن إخواني هاوا لقاء برلين هذا كل من يستطيع في أوروبا أن يذهب هناك فليفعل فأني أرى ذلك واجبا حتى لا يتوحش هذه العصابة أكثر فأكثر وحتى يعرف العالم خاصة أنه سيكون هناك مئات صحفيين ومئات القنوات والجرائد والتي تغطي يعرف أن الشعب الجزائري لا يقبل هذا الحكم ولا يريد هذا الحكم تبون إذا أراد أن يفعل شيء فليعلن من الآن أنه موجود لسنة أو سنة ونصف مؤقت للمساهمة للمساهمة فقط في تسهيل حوار يؤدي إلى قيام دولة العدو الحق والقانون دولة مدنية وليس باعتباره رئيسه لخمس سنوات على كل الآن شخصيا وحركة رشاد لن تعترف به كرئيس أبدا لأنه جاء بالتزوير ولا أعتقد أن الأغلبية الشعبية التي تظاهرت يوم المهزلة على الانتخابات في 12 ديسمبر و13 ديسمبر وما قبلها وما بعدها ناسا تقبل به لكن إذا أراد إذا أراد أن يراه الناس ربما أنه كان في الاتجاه الصحيح فليعلن عن تقسير مدته لمدة سنة أو سنة ونصف وأن هذه السنة سنة ونصف يكون العمل فيها من أجل وضع اللابينات الأولى يضعها ممثل الشعب الجزائر مش لحنوشة مش وزرعك يضع اللابينات لقيام دولة مدنية حقيقية حينها قد نتعامل معك كرئيس واقعي بدون الاعتراف بك لن نعترف أبدا برئيس جاء بالتزوير قعدنا عشرين سنة نقول فيها البوتفليقة حتى ثار عليه الشعب وكنا ننصحكم بأنه إذا لم تستمعوا للعقلاء فإن الشعب سينتفض ولم تستمعوا والدلائل الموجودة والفيديوهات موجودة هياكم الله إخواني إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة